عضرا على المقاطع عبدالله ورحنا نتحدث أيضا نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة وما تعلنه كتائب القسام عن استهداف بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال المتواغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة وهي نفسها المنطقة التي أعلنت القسام استهدافها يوم أمس وقتل 15 جنديا لكن الأنباء ما تزال متضاربة حول وجود الآليات والجنود هناك تفضل عبدالله بلا شك أمال الجنود الإسرائيليون يتواجدون في هذا المربع وهو مربع المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة والمنطقة الغربية هم يتواجدون في منطقة مربع الجامعات منطقة الاتصالات منطقة الجوازات وأيضا منطقة المالية والتل الهوى هذه منطقة لا زالت تتواجد فيها أليات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لشهود عيان بالأمس وصل بعض منهم إلى هنا إلى دير البلح في ساعة متأخرة من الليل أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عليهم منازلهم وأجبرتهم على الخروج في ساعات البرد القارص في ساعات النهار يوم أمس ووصلوا إلى هنا بعد منتصف الليلة الماضية مشيا على الأقدام هناك الكثير من المرضى وكبر السن تركوا في الطريق لم يتمكن أحد من استحابهم ولم يتمكنوا من إكمال مسيرهم وبعضهم فارق الحياة كما تقول بعض المصادر المحلية ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم في هذه المنطقة الصورة صعبة جدا على الصعيد الإنساني ونحن نتحدث عن تواجد للجيش الإسرائيلي يمنع كل شيء يستهدف كل شيء والأخطر من ذلك أنه يقوم بفصل الرجال عن النساء وإجبارهم على النزوح باتجاه المنطقة الجنوبية وهذا ما رصدنا من خلال شهادات عديدة للذين وصلوا إلى هنا إلى دير البلح والذين تحدثوا كيف مارس جنود الاحتلال الإسرائيلي كل أشكال الانتهاكات سواء من حيث اقتحام المنزل وهم آمنون فيها أو عمليات إجبارهم وخلعهم لملابسهم والتحقيق معهم في العراء وأيضا شتمهم بألفاظ نابية ومن ثم إجبارهم على مغادرة مدينة غزة عبر الطريق الساحلي تحت إطلاق النار والقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم نسجل صورة جديدة من أشكال الانتهاكات وفي كل يوم نسجل صورة بشعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي باتت لا تتوفر فيها حتى الحد الأدنى من الحقوق الآدمية للإنسان في داخل مدينة غزة وشمال القطاع شكرا على هذه التفاصيل عبدالله مقداد من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح نسجل معك ومع مراسلين جديد وجديد المعطيات على الأرض عداد الشهداء يرتفع كل لحظة في هذه المعطيات